بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عدنا درس آخر من دروس دورة الكمان وهو درس نتعلم به شلون نعزف السماعي أول مرة نفتيهم شنو السماعي وبعدين نعرف نتعلم نعرف السماعي طبعا السماعي هو لون أو قالب من قوالب الموسيقى الشرقية ويمتاز هنا بالمنطقة العربية وفي تركيا أيضا وفي إيران دائما هذه المناطق وخصوصا منطقتنا العربية يعني هواي مؤلفات السماعي فالسماعي قلنا هو قالب من قوالب الموسيقى الشرقية شلون يصير هذا القالب؟ يتكون من خانة يعني يتكون من أربع خانات مع التسليم الخانة الأولى تتكون دائما من أربع مازورات أو أحيانا ست مازورات مو أكثر من أربعة إلى ست مازورات هذه الخانة تنعزف هذه الأربع مازورات وينعاد عزفها مرة ثانية يجي وراها التسليم التسليم هذا اللي يتكرر ورا كل خانة تنعزف يعني تعزف الخانة الأولى وتعيد عزفها يجي عزف التسليم أيضا يتكون من أربع مازورات إلى ست مازورات حسب المؤلف وحسب السماعي وأيضا ينعاد التسليم مرتين بعدين راح تعزف الخانة الثانية وأيضا تنعاد يرجع وراها التسليم أيضا ينعزف مرتين وكذلك الخانة الثالثة تنعزف مرتين وينعاد وراها التسليم أيضا ينعزف مرتين بعدين تيجي الخانة الرابعة الخانة الرابعة تكون متحررة من إيقاع السماعي يعني ممكن تأخذ ثلاثة على ثمانية ثلاثة على أربعة أي وزن تختار يكون إيقاحها مو سماعي نزين وبعدين تنعزف هذه الخانة الرابعة يرجع وراها التسليم ينعزف مرتين وينتهي هذا هو يسموه السماعي مثلا مؤلف يألف سماعي على البيات أو مؤلف يألف على الرست سماعي رست أو سماعي حجاز أو سماعي عجم حسب يعني رقبة المؤلف فهنا ليس سماعي لأنه الإيقاع مالي هو السماعي الثقيل اللي تكون الوزن مالي عشرة على ثمانية هسا واحد يقول شنو عشرة على ثمانية عشرة كروشات بالخانة عشرة كروشات ثمانية هي رمز الكروش فاش راح يصير عندك الإيقاع مالي راح يصير أهم شي إنه من تعزف السماعي تأكد على الضغوط مالته الضغوط هي وين بالدم الأولى دم شوف صير نوع كروش بكروش يعني هسا السماعي مننا غير نعزفه ذنة عشرة خانجو ذنة عشرة تبدى مننا واحد نية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الضغوط راح يصير نعدي عشرة كروشات واضح؟ يعني كل نغمة هي لازم كروش عشرة كروشات فالإيقاع مالي شي صير الدم قيمة نوار كروش بكروش دم شوف هذه الدم بداية الباط ش راح تيجي تكات والتكات حسب أبلقاء شون يتلاعب بيها تك 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 واضح؟ صار عندك ثلاث تكات وممكن يصير تلاعب بيها بس نحن ناخذها وزن مترونوم حتى تفهم راح يصار عندك تك 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 شوف دم طويلة دم دم نوار تك 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 ش راح تيجي السادسة والسبعة دم دم بس كل واحدة كروش دم دم تك تك هنا سكتة أس أو أحياناً دي تركنون التاسعة والعاشرة اثنين أس واضح؟ فاش راح يصير عندك دم تك 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 دم دم تك 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 أس يعني هاي أو متاقضة أس واضح؟ وين عم فهذا هو السماعي يعني طريقة العزف مالته يسمو لأنه اختار هنا إيقاع سماعي ثقيل والتلاعب بالتكات تتبع العازف يعني هنا ممكن ياخدوا بتقليل السكتات أو كثرة السكتات أو التلاعب بالتكات مو مشكلة المهم هو ضغو المهم دم الأولى والسادسة والسبعة دم دم واضح؟ هذا هو إيقاع السماعي ويألفون عليه مؤلفات سموها السماعي هس أنا أدي نموذج سماعي شوف هنا أدي هذه نوطة مال نموذج سماعي طبعا هذا بيغوي سماعي آتي الكتاب تأليف الأستاذ جميل بشير قنوانه طريقة العود العود وطريقة تدريسة مال أستاذ المرحوم جميل بشير فيعلم الطلاب على العود ومطي تمارين للعود وبعدين هنا مطي نموذج سماعيات شوف هسا هذا سماعي قديم راح أختار بيات هذا شوف هنا طبعا هذا السماعي قديم هو ما معروف المؤلف ولا هذا كاتب قديم تارك هنا الأستاذ تارك الخانر ما أخذ ما زورتين من الخانر شوف ما زورتين وما أخذ التسليم إحنا راح نأكد لأنه السماعي أهم شي أجمل ما بي السماعي هو لازم يكون التسليم فالشي حلو لأن التسليم كل ساعة ينعاد ورى كل خانع ينعاد فشوف هنا هذا راح نموذ السماعي راح أختاره نعزفه ونتعلمه علمك شلون تعزفه فهذا من تجي هو بيات بس أول مرة نسمعك الإيقاع ما للسماعي زين أنا نفسجل الإيقاع حتى نعزف مع الإيقاع يوف هسا راح تلك ثلاث بارات من الإيقاع حتى تفهم الإيقاع شنو وبعد نعزفه شوف هسا دوم تك 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 دوم تك تك أس دوم تك 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 دوم دوم أس دوم تك 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 دوم دوم تك تك أس شوف دوم دوم هذا هو إيقاع السماعي يعني سكت واضح؟ أنا سويت الإيقاع بهذه الطريقة يعني كانوا من تقالي من التلاعبات مجرد دوم مجرد دوم وتك أكلت على الضغوط والتك هذا الإيقاع هسا رح نعزف عليها السماعي قديم طبعا المؤلف ما معروف نعزف الخانة الأولى اللي ماخد منها هو مازورتين فقط ونعزف التسليم مازورتين رح نعيد عزفه مع التسليم ينعاد عزفه وأيضا هو بخانة ثانية والثالثة ورابع فالغرض هو أنه تتعلم شن السماعي وشنون تعزف السماعي هسا أول مرة نعزف السماعي نعزفه وبعدين نشرح البارات مالته حتى تكون حافظه وتعزفه فهو بيات فقبل ما نعزفه نجي إلى نغم البيات طبعا نكتنين نجمع السلون نغم البيات هذا يبدأ ري يسموه مي كار بيمول يسموه شوف ري مي كار بيمول فا صو لا سي بيمول دو ري وترجع ري دو سي لا صو فا مي ري فهنا لنشوف الكار شينو الكار احنا أخذنا ري هذا المي وهذا الفا شوف هذا المي هنا الكار هي هسا المي نقول كار هذي الكار المي من خفضة ربع شوف من خفضة ربع بالنسبة للري مرتفعة ثلاثة أربع واضح يعني هاي الري هاي المي بيمول نص وهاي كار ربع شوف صار ثلاثة أربع واضح يعني الابعاد مالتسة واحد ثلاثة أربع اثنان هي ه متلاثة أربع ليش لأنه بعد leربع يلا أوصل المي هذا الربع ويجي نص فا شوف هم ثلاثة أربع فالابعاد مالتسة صارت واحد ثلاثة أربع ثلاثة أربع صل درجة بعد كامل ولا درجة بعد كامل fürs شينو والدو درجة لنعدي سي طبيعي يلا تجي الدو فشوف سي بيمول دو درجة ورى درجة ويرجع رى دو سي لا صفا مي ري يعني بعادة واحد ثلاثة ارباع ثلاثة ارباع واحد واحد نص درجة واحد درجة واضح؟ هذا هو نغم البياط هذا هو نغم البياط بمي كار يسموها يعني المي منقفضة ربع شوف او مرتفعة ثلاثة ارباع عم الرين هذا هو نغم البياط فهسا نجي اول مرة نعزف السماي نعزفه حتى تسمعه وبعدين نجي الى نشرح شنون راح نحفظ كاش ونتعزف نسمع موسيقى 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 المترجم للقناة 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 فا مي ري مي ري دو مي ري مي فا صو لا سي دو ري دو سي سي للا صصو فا مي ري بعد يكون تعزف السماعي بهذا الشكل مع الإيقاع تتمرن عليه طبعا إنت إذا ضبطت إيقاع السماع وتعزف سماعي رح تكون ممتاز عنا رح تتطور فهذا سماعي قديم وانا شفته مفيد انه يكون تمرين إلك تتمرن على البيض اتمنى انه فهمت السماعي وشنون تعزف السماعي والسماعي قال ابن قوالب قلنا جميل جدا واذا تتمرن على سماعيات كثيرة وتضبط إيقاحة رح تتطور جدا فأنا مستعد لأي استفسار أو أي جواب ومستعد أن أساعد أي واحد ما مفتهم أو يريد يفتهم موضوع يتصل بيه وأنا حال لهنا ينتهي درسني ومع السلام اشتركوا في القناة